لم يعد كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز للقيم الأخلاقية مجرد كرسي بحثي تنحصر مهامه في نشر الأبحاث بل انطلق في دورته الثانية نحو آفاق جديدة تهدف إلى ربط تلك الأبحاث والدراسات بالواقع الميداني وإنشاء منصة جديدة لنشر رسالته اليوم بدأنا في مشروع آخر وهو مشروع السفراء وسفيرات القيم ورأيتم كيف هذا الإبداع من سفيرات القيم في هذا اليوم في نشر وتعزيز القيم الأخلاقية وإن شاء الله تكون هذه المعارض متنقلة في أنحاء المملكة ويحصل الهدف منها بإذن الله حرص صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز رحمه الله أن يقيم كرسي يهتم أو يرعى القيم الأخلاقية التي تأثرت في الفترات الأخيرة بسبب العديد من التغيرات الثقافية التي طرأت برنامج سفيرات القيم لهذا العام حافل بالكثير من المشاركات والأعمال الخيرية والإنسانية الهادفة والتي تظهر الصورة الصادقة لطالبات جامعة الملك عبد العزيز ورغبتهن في العطاء والتواصل مع منظمات المجتمع المدني ومد يد العون والمساندة للفئات والشرائح المحتاجة عبر هذا البرنامج اليوم نقوم بالتعريف بكرسي الأمير نايف لقيم الأخلاقية ونعزز القيم في المجتمع بطريقة عصرية وبأساليب منهجية ونحاول نوصل لأكبر فئة من فئات المجتمع استفدت إذا لقيت الأكل في الأرض أخذه وعطيت الحيوانات أو الطيور وإذا لقيت نبتة في الأرض أخذها وأزرعها وعشان الحيوانات تأكلها أو الطيور إن هذا الكرسي واحد من عدد كبير من كراسي البحث العلمي تتبناه جامعاتنا السعودية بدعم ومؤازرة من شخصيات رسمية واعتبارية لخدمة المجتمع تهدف هذه الفعالية إلى مساهمة سفيرات الكرسي في التواصل الإيجابي مع كفة شرائح المجتمع المدني والتعريف برؤية أهداف كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز عبد الرحمن الزهراني الإخبارية جدة